اشتركوا في القناة وهي مادة الرسم الفني وكنا في حلقاتنا اللي فاتت اتكلمنا عن طريقة اغز قياسات جسم المرأة وعرفنا الجداول القياسية وايه هي الجداول القياسية وازاي اقدر اطلع الرسومية بتاعتي او المقاسات بتاعتي من جدول القياسات وازاي اقدر افرق بين مقاساتي الشخصية او اللي انا اخدها لفرد معين عن المقاسات اللي اقدر اطلعها من جدول القياسات وقدرت اعرف برضو ازاي انا من خلال جدول القياسات اعرف مقاسي لما عاوز اشتري منتج من المنتجات اللي بتتباع برا على حسب نوع كل نظام سواء كان زي ما شفنا قبل كده سمول ميديم لارج عشرة اتناشر بعتاشر ستاشر اربعة وتلاتين ستة وتلاتين تمانية وتلاتين وهكذا وقدرنا نعرف نفرق ما بين كل واحد منهم وقدرت اعرف ازاي انا لو لقيت مقاسي هنا هو هو يبقى مقاسي هنا رقم كام وهكذا وبدأنا من خلال المقاسات دي نقدر نعرف ازاي اخد القياسات الشخصية الخاصة بجسم المرأة وعرفنا الابعاد بتاعة الجسم وقدر اخدها ازاي وعلى اساسها بدأنا في حلقاتنا اللي فاتت ازاي اقدر ارسم كرساج خاص بجسم المرأة وعرفنا يعني ايه كلمة الكرساج واتفقنا عليه ان هو زي ما انا سمعك وكده بتأكدوا معايا المعلومة مظبوط ان الكرساج هو الجزء العلوي من الجسم اللي هو بيبدأ معايا من منطقة الرقباء لحد منطقة الخسر او الارداف وبدأنا فعلا ازاي نقدر نعمل الخطوط الاساسية الخاصة بالكرساج وعملنا بعد كده او بدأنا في رسم الجزء الخاص بالخلف والحلقة اللي فاتت كنا اشتغلنا في الجزء الخاص بالامام لكن للاسف ما اسعفناش الوقت فان شاء الله النهاردة هنكمل الجزء الخاص بالامام الخاص بكرساج جسم المرأة وان شاء الله بعد كده هنكمل ازاي اقدر اعمل تكسيم او تشكيل للخصر اللي انا اديق منطقة الوسط ازاي بحيث ان هي تناسب جسم المرأة وبعد كده ازاي اقدر اعمل فروق للجناب او فروق للارداف الخاصة بجسم كل مرأة وهنعرف ان شاء الله من خلال حلقتنا ان هي تلت انواع او تلت اختلافات خاصة او تلت حالات خاصة بالارداف زي ما هنشوف مع بعض النهاردة هنراجع كده مراجعة سريعة في الجزئية اللي اخدناها في حلقتنا اللي فاتت الخاصة بالجزء الامام للكرساج نشوف كده مع بعض كنا رسمنا مع بعض حردة الرأبة الامامية وعرفنا ازاي اقدر احدد حجم بنسة الصدر وازاي اخدها من جدول القياسات وبعد كده اقسم اعرف عرض منطقة الصدر في الكرساج بتاعي بحسبها ازاي وقلنا ان انا ساعتها باخد نص عرض الصدر واخدنا بالنا ان عرض الصدر بيختلف عن محيط الصدر بيختلف عن عرض الظهر اتفقنا ان انا هاخد نص عرض الصدر فقط زائد نص حجم بنسة الصدر وهو ده اللي بيحدد لي الجزء الخاص بحجم او عرض منطقة الصدر ونزلنا منها خط عمودي الاسفل وحددنا حجم البنسة بناء على القياسات اللي احنا كنا شغالين بيها لما كانت تمانية وتمانية من عشرة ووصلناهم بالنقطة اللي اخدناها على الخط الوهمي اللي احنا نزلنا منها مقدار اتنين ونص صمتي مظبوط زي ما انتم بتقولوا ووصلنا النقطتين مع بعض بحيث ان هي عملت لي البنسة اللي بعد كده هتشكل لي الارتفاع الخاص بمنطقة الامام الخاصة بجسم المرأة برضو على اساسها من خلال البنسة قدرنا نعمل الكتف الخاص بكتف الامام ووقفنا لحد كده وكنا لسه هنكمل مع بعض ازاي اقدر اعمل حردة الابط سواء كانت الامامية او الخلفية نشوف كده مع بعض في حلقتنا النهاردة نبدأ اول حاجة احنا اتفقنا عليها ان انا هصعد من نقطة اتنين وعشرين اللي احنا اخدناها لأعلى اللي هي نقطة واحد وتلاتين قال المسافة من اتنين وعشرين لواحد وتلاتين دي هي تلت المسافة من تلاتة لواحد وعشرين المسافة من تلاتة لواحد وعشرين اللي هي بدأة من خط الصدر او خط ارتكاس حردة الابط لأعلى اللي هو نهاية حردة الرقباء الامامية او عمق حردة الرقباء الامامية بقيس المسافة دي كام واسمها على تلاتة الناتج اللي هيطلع لي هو اللي هطلع به خط من نقطة اتنين وعشرين لواحد وتلاتين زي ما احنا شايفين قدامنا تمام هاجي بعد كده هيقول لي عايزين نعمل الخط الفاصل بين الامام والخلف وقال لي ساعتها ان هي هكون نقطة اتنين وثلاتين بيقول لي هي بتنصف المسافة من اربعتاشر لاثنين وعشرين ودي احنا قسناها من البطرون بتاعنا ففي البطرون طلعت معايا تلاتتاشر وتسعة من عشر لما هنصفها هتديني تقريبا سبع سنطي بمقياس الرسم اللي احنا متعودين نقسم عليه كل قياساتنا اللي هو الربع هيديني واحد وسبعة من عشر نشوف كده في الرسم بتاعنا نقطة اتنين وثلاتين بصوا حضراتكو هو قال لي اهي بتنصف معايا من اربعتاشر لاثنين وعشرين اهي نقطة اتنين وثلاتين وانزلت منها خط عمودي لأسفل تقاطع معايا بعد كده في تلاتة وثلاتين واربعة وثلاتين نشوف كده مع بعض في الرسم بتاعتنا احنا لما قسنا المسافة دي نصفناها وسمينا النقطة دي نقطة اتنين وثلاتين تمام نزلت منها خط عمودي لأسفل اهو زي ما انتو شايفين معايا كده تقاطع معايا في خط خمسة ستة اللي هو خط الوسط في نقطة تلاتة وثلاتين اهو وتقاطع معايا في خط نهاية الكورساج اللي هو بالنسبة لنا هيكون خط الارداف في رقم أربعة وثلاتين زي ما انتو شايفين معانا كده طيب بعد كده هبقى انا محتاج ارسم حردة الابط شايفين معايا في الرسمة بتاعتي هو بيقول لي هتلف معايا هتلف معايا ازاي من نقطة حداشر اللي هي نهاية كده في الخلف هتلتصق بنقطة او هتننزل بخط منحني يلامس نقطة ستاشر اللي هي كانت في نص المسافة من اربعتاشر لخمستاشر بعد كده الدوران خفيف تلامس معايا نقطة اتنين وتلاتين اكمل كده احنا خلصنا الجزء الخاص بحردة الابط الخلفية اكمل معايا على حردة الابط الامامية اهي هتكمل معايا تلامس نقطة واحد وتلاتين اللي احنا لسا محددينها دلوقتي تكمل معايا لنهاية كتف الامام اللي هو رقم تلاتين نبص كده في الرسمة مع بعض نيجي نرسمها ازاي نبصوا كده حضراتكم من نقطة حداشر اهي بدوران خفيف تلامس معايا نقطة ستاشر بدوران تاني خفيف بس بحيث ان هي تكون قاعدة شوية معايا على خط الصدر او ارتكاز حردة الابط احنا سميناه خط ارتكاز حردة الابط ليه؟ بحيث ان هي تكون قاعدة عليه ملامسة مش في النقطة بس لأ قابليه بشوية ليه؟ علشان ما توجعش لما ييجي حد يلبسها كده انا عملت من 11 ل 16 كمل معايا بدوران خفيف لنقطة 32 هكمل الدوران بتاعي بعد كده لنقطة 31 ولازم برضو يكون ملامس ومرتاح على الخط الصدر اهو وهيكمل معايا الدوران لنهاية كتف كتف الامام اللي هو نقطة 30 اهو بدوران برضو خفيف بحيث ان انا لما اجي ابص لحردة الابط بتاعتي احسها ان كلها دوران كامل متكامل مع بعض ما حسش ان فيه نقطة كده مدياني زاوية او هنا مدياني زاوية حد ينزل لي خط مستقيم من هنا لا احنا عايزينها لما ابوصلها من بعيد الاقي دوران متكامل كده مع بعض كده انا بالنسبة لي خلصت الكورساج كامل الكورساج الخاص بجسم المرأة الحريم طيب ينفع انا اقدمه بالمنظر ده لا طبعا احنا لسه ما كتبناش البيانات بتاعتنا ولا لونا اعرف فين منطقة الامام وفين منطقة الخلف نبدأ مع بعض طبعا دي عندي بياناتي كلها بتكون جوه البطرون مش برا يعني انا بلون كل الخطوط اللي هقص عليها فكل اللي برا ده هيترمي يبقى انا لازم اخلي بياناتي جوه البطرون يبقى انا هنا هكتب رقبة الامام احنا لسه في الاول فمحتاجين نكتب كل البيانات كتف الامام حردت ابت الامام تمام خط نصف الامام تمام كده طيب اصاد الكلام ده خط هنا نصف الامام يبقى طبيعي ده خط نصف الخلف خط نصف الخلف بياناتي كلها جوه البطرون اهو هنا برضو حردت رقبة هنا الخلف بقى صحي كده هنا برضو كتف الخلف تمام هنا حردت ابت الخلف وطبيعي هكتب هنا الامام اللي هو الفرونت بتاعي وهنا الخلف اللي هو الباك وهنا الخط الفاصل بين الامام والخلف صحي كده طيب والخطوط اللي في النصف عندي هنا ممكن اسمي الخط ده خط الصدر صحي كده خط الوسط وطبعا احنا متفقين ان الوسط هو هو الخسر صحي كده وهنا خط الارداف او ممكن اسمي ممكن اسمي سمعاك ومزبوط نهاية الكرساج بلاش حكاية الديل دي بلاش نكتب خط الديل تمام احنا ربنا الحمد لله مكرم البني ادم وملوش ديل فاحنا بنكتب خط نهاية الكرساج خط نهاية الجنلة خط نهاية البنطلون خط نهاية الفستان تمام كده بلاش كلمة الديل قدام خط الصدر انا ممكن اسميه مسمى تاني الخط ده او ممكن اسميه خط ارتكاز حردة الابط يعني ارتكاز ارتكاز يعني بتقعد عليه الخط شايفين حردة الابط مش احنا قلنا عايزينها تريح على الخط ده او تلمسه في مسافة كبيرة مش في النقطة بس معناها ان هي قعدت عليه ارتكزت عليه فلا ممكن اسمي خط الصدر برضو مسمى تاني خط ارتكاز الابط صحي كده يبقى حد قال لي فين خط ارتكاز حردة الابط هنقول هو هو خط الصدر من غير اي قلق خط الوسط هو هو خط الخسر خط الارداف هو خط نهاية الكورساج مصبوط كده تمام في حاجة اساسية مش عايزين ننساها ابدا هو اتجاه النسيج بتاعي اتجاه النسيج هو دايما الخط الموازي لخط النص الكورساج سواء كان في الامام او في الخلف طب هيفدني في ايه هيفدني بعد كده لما هاجي احطه على القماش بتاعنا ان شاء الله او لما هنيجي نزبط اعداد وتعشيء اجزاء البطرون بتاعتي ان شاء الله في الموديلات سواء كانت في البلوزات او في الفستين لازم ان خط النص ده بيكون موازل اتجاه النسيج اتجاه النسيج المقصود بيه البرسل البرسل بتاعنا لما بنيجي نشتري القماش بيبقى فيه عندي في طرفين القماش من الجنبين فيه جزء تخين رفاية مسافة رفاية كده عرضها رفاية بس هي تخينة بيبقى فيه غزل شديد طبعا احنا واغدين الكلام ده في مادة الخمات في سنة تانية اكيد وفي سنة اولى وعرفنا يعني ايه البرسل لما شفنا عيوب النسيج وعرفنا الاجزاء دي كلها فانا فاهم ان البرسل دايما بيبقى موجود على حواف القماش عرض القماش بيكون من جوه وهو بيكون في طرفين القماش بيكون في اتجاه طولي القماش فانا عايز لما اجي احط او لما اجي اعشق اجزاء البطرون بتاعي يبقى خط نصف الامام ده موازل خط البرسل فعلى اساسه انا بعمل اتجاه النسيج لو فيه قصة ولا حاجة ما اطلق باتش وانسة وحطها في عكس الاتجاه نشوف كده مع بعض احنا زي ما قلنا في رسمتنا ادي خط نصف الامام فانا بعمله في خط موازلي اهو اتجاه النسيج بتاعي لو النسيج بتاعي سادة بعمل السهم فوق وتحت طب هيفيدني في ايه يعني بيقول لي انا ممكن احط البطرون بتاعي ممكن احطه مرة كده وممكن احطه مرة بالعكس مش هيفرق معايا في النوع القماشة طيب لو انا القماش بتاعي ليه وبرة او ليه رسمة لها اتجاه او ايا كان بيبقى على حسب بعمل اتجاه النسيج السهم بتاعه مرة سواء طالع او نازل فانا لازم اخد بالي ان اجزاء البطرون بتاعتي كلها بتتحط في نفس اتجاه النسيج انا هنا بالنسبة لي هتعامل حاليا على انه سادة فهعمل اتجاه النسيج بتاعي طالع او نازل يعني ممكن احطه عيدل او ممكن احطه مقلوب وهكتب عليه اتجاه النسيج ماشي ما ننساش الجزئية دي ابدا ما ننقص عليها درجات في الدبلومات واحنا مش محتاجين ننقص على حاجة بسيطة زي كده دايما بيقول لحضرتك او حتى لو ما قالكش لازم مع التلوين وكتابة البيانات واتجاه النسيج ده بيعد حاجة اساسية او نقطة اساسية من البيانات بتاعتنا طيب نيجي بقى نشوف نلون الامام ازاي والخلف ازاي الامام دايما احنا متعودين من سنة اولى ان هو باللون الاحمر هنيجي كده طبعا هو احنا دايما متعودين ان خطوطنا بتكون خفيفة علشان خاطر لما يجي الون الدنيا ما تبص معايا بس احنا حاليا علشان خاطر الصورة بس تبقى واضحة معانا فمعلش الخطوط بتاعتنا تخينا اهي بلون حردة الرقبة الامامية باللون الاحمر اهو انا بحاول بس اتخنها شوية عشان تبقى ظهرة قدامكم ايهو وهي دي خط نصف الامام بالمنظر ده وهنا خط نهاية الكورساج الجزء الخاص بالامام هو المعمول باللون الاحمر والخلف دايما باللون الازرق معلش اهو وانا حط نفس المصدرة ما بشلهاش فبقى نصه احمر والنص التاني ازرق تمام كده هكمل ايه دي خط الكتف معايا اهو برضو باللون الاحمر وهكمل حردة الابط الامامية باللون الاحمر وهقف لحد نقطة اتنين وتلاتين طيب والخط الفاصل بين الامام والخلف زي ما احنا متعودين دايما بيبقى نصه احمر ونصه ازرق او شرطة وشرطة اهو بالمنظر ده وانا حاطت المصدرة زي ما انا علشان خاطر ما يطلعش الاتجاهين مختلفين اهو بالمنظر ده كده انا بالنسبة لي لونت او خلصت تلوين الجزء الخاص بالامام طيب والخلف اهو نفس الفكرة ادي خط نصف الخلف هيكمل معايا لحد حردة الرقبة الامامية فقط مش بكمل الخط للاخر اهو ودي حردة الرقبة الخلفية تمام وقادي الكتف هكمل الكتف كله على بعض لا انا بقف لحد بداية البنسة فقط والناحية التانية برضو من حردة الرقبة للبنسة فقط طيب ليه احنا ملوناش البنسة سواء كان في الامام او في الخلف احنا مش هنخلي البنسة زي ما هي كده ان شاء الله في مراحلنا اللي جاية لما هندرس مع بعض مفيش موديل بيبقى البنسة بتاعته في الجزء الامامي عند حردة الرقبة الامامية وبداية الكتف بالمنظر ده لا هو احنا بعد كده هتعرفه هنقفل البنسة وهنعمل لها عملية تصريف يعني هنقل مكانها عشان تديني موديلات مختلفة فعشان كده انا ما بلونهاش لما هاجي انقلها في مكان تاني هحدد المكان التاني ولون عليه تمام يبقى انا دلوقتي حاليا ما بلونهاش احنا بنلون الخطوط اللي هقص عليها بالمقص فقط لا غير تمام ادي حردة الابط الخلفية بالمنظر ده نونناه تمام كده انا الكرساج بتاعي الامام والخلف متلونين وطبعا بنعمل مربع كده صغير متلون معايا هنا وهقول ان اللي متلون باللون ده هو الخلف واللي متلون باللون ده هو الامام تمام كده كده انا بالنسباني خلصت الجزء الخاص اللي كان بقى انه في الكرساج الخاص بجسم المرأة طيب هل انا هلبس او هعمل للمرأة اللي قدامي موديل نازل بالطريقة دي ممكن بس لو هي عايزة موديل مجسم يعني مديها انحناء الخاص بمنطقة الخسر او منطقة الوسط بيبقى الوسط دايما نازل على ديق شوية فانا محتاج اعمل عملية تكسيم او تشكيل اللي هو انا بشيل القماش الزيادة بمقدار بنسة كده معينة بديق القماش ده واعمله على قد الجسم نشوف مع بعض هنعمل الكلام ده ازاي ده شكل البطرون بتاعنا اللي احنا وصلنا له وقادي كتابة البيانات عليه وهنبدأ مع بعض تشكيل الخسر اهو زي ما قدام حضراتكو كده شايفين المنطقة دي بتاعة الوسط هي من فوق ادي عرض منطقة الصدر والظهر عريضة جات هنا عند منطقة الوسط وديقناها شوي شايفين من هنا في منطقة ديقناها كمان فيه في قلب البلوزة من جوة زي ما حضراتكو شايفين حتة كده تحس ان هي غمقة شوية عن باقي البلوزة ده مقدار بنسة عملناه في منطقة الوسط موجودة على الجنب اليمين ونفس الحكاية موجودة برضو على الجنب الشمال يبقى من خلال الموديل اللي قدامي ده انا لما هاجي اعمل عملية تشكيل للخسر او للتديق عند منطقة الوسط يبقى هاعمل تكسيم من خط الجنب ونفس الحكاية من خط نص او في منطقة نص الظهر وزيها بالظبط موجود في الامام نشوف مع بعض ده هيحصل ازاي بيقوله قدام حضراتكو علشان اعمل تشكيل الخسر ده انا محتاج نص محيط الخسر زائد 3 سنط طب التلاتة سنط دول بتوع ايه التلاتة سنط دول دايما احنا قيلين اي زيادة على القانون بتاعنا بتكون للراحة يعني هنا القانون بتاعي زي ما قدام حضراتكو اهو بيقول لي نص الخسر اللي هو محيط الخسر زائد 3 سنط طيب انا عندي محيط الخسر في المقاسات اللي كنا واخدينها كان كام كان 82 سنط 82 سنط طيب انا بقول عايزة نصه يبقى هقسم على الاتنين الناتج اللي يطلع من ده اروح مزود عليه التلاتة سنط هيديني اللي 44 سنط زي ما قدام حضراتكو على الشاشة طيب هيفيدني في ايه؟ بنقول ان ده اللي انا عايزة على قد الوسط بالزبط طيب انا عرض البطرون بتاعي اصلا كان كامل لو تفتكروا كان نص محيط الصدر على اه يعني كان نص محيط الصدر يعني محيط الصدر على الاتنين زائد الخمسة سنطي لمقدار الراحة طيب كان مجموعه كان في النهاية كان ستة وخمسين سنطي يبقى انا الخطوة اللي بعديها ان انا محتاج اعملها ان انا اقول عرض البطرون اللي هو كان ستة وخمسين سنطي اطرح منه الناتج السابق انهي ناتج سابق اللي هو خاص بتشكيل الخسر اللي انا لسه عاملها دلوقتي عملية التجسيم كان كام؟ كان اربعة واربعين بقى ستة وخمسين ناقص اللي اربعة واربعين اتناشر سنتي انا محتاج ادي البطرون بتاعي مقدار اتناشر سنتي طيب الاثناشر سنتي دول المفروض علي ان انا اخدهم من مكان واحد لأ طبعا احنا لسه ايلين هناخدهم من كذا مكان من كذا مكان ليه؟ علشان يحافظ لي على شكل وابعاد الكرساج بتاعي لو اخدته من جنب واحد هلاقيني وانا لابساه مش مرتاحة في نسبة يعني عدم راحة النسيج اتعاوج معايا وانا لابسه مش هيكون الشكل مصبوط ففي الحالة دي احنا بنقسم في كذا مكان هنكسم بقى منين في عند منطقة الخط الفاصل بين الامام والخلف وبعد كده في عندي احنا كنا عاملين لو تفتكروا على البطرون الاساسي الخاص بالكرساج كنت قلتلكم من تحت منطقة الصدر او نقطة بروز الصدر احنا نزلين خط واهمي منقط صحي كده احنا قلنا ده مش خط اساسي ممكن استعمله او ممكن لا عشان كده عملناه منقط من عند الخط الواهمي ده هنعمل بنسا للتكسيم ده في منطقة الامام ونفس الفكرة عملناها برضو في منطقة الظاهر لما كان نص عرض الظاهر زائد النص سنتي اسمناه بالنص برضو ونزلنا منها خط عمودي منقط لأسفل وقلنا ده خط وهمي هستعمله وقت محتاج ليه هو ده اللي انا هستعمله لما هاجي اعمل البنسا الخاصة بالتكسيم طيب التقسيمة بتاعت ال 12 سنتي دي هتتقسم على الاربع اماكن دول تكسيم في منطقة الامام غير تكسيم في جنب الامام وتكسيم في الخلف غير تكسيم جنب الخلف هنشوف كده مع بعض تتقسم معي ازاي بصوا كده حضراتكم ايدي اول نقطة معي قلنا حجم بنسا خسر الخلف عملناها 3.5 سنتي وتكسيم جنب الخلف باقت 1.5 سنتي وتكسيم جنب الامام 2.5 سنتي وحجم بنسا خسر الامام 4.5 سنتي لما هاجي اجمع الارقام دي كلها مع بعض هلاقيها اديتني 12 سنتي اللي هو المقدار اللي انا عايز اشيله من عرض البطرون عشان يعملني عملية التكسيم كل رقم من ده انا حولته بمقياس الرسم بتاعي عشان اقدر اعمله على الرسمة بتاعتي اللي هي التلاتة ونص بقى التمانية من عشرة الواحد ونص بقى تقريبا اربعة من عشرة الاتنين ونص ستة من عشرة والاربعة ونص بقى بمقياس الرسم بما يتقارب مع واحد واثنين من عشرة نشوف الكلام ده نقدر نعمله ازاي سريعا كده احنا بنرسم كورساج مع بعض اللي هو الخاص بالامام والخلف ادي حردة الرقبة الامامية معايا بالضبط كده واديني انا بلون بقى الامام والخلف عشان نبقى فاكرين مع بعض احنا شغالين ازاي وهنا كان نقطة البنسة بتاعتي اهي بالمنظر ده هنا احنا قلنا مش هنلون البنسة الاساسية هنخليها معايا زي ما هي صحي كده وعملنا حردة الابط بالمنظر ده كان عندي الخطوط الاساسية هنا بالمنظر ده وكان عندي منطقة الارداف هنا 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 المنطقة دي عملنا الجزئية الخاصة بالخلف من اول هنا كده واتفقنا مع بعض ان احنا هنشتغل هنا ونسيب البنسة مش هنلونها صحي كده فهنسيبها بلونها الاصلي كان فيه هنا قلنا الخط الفاصل بين الامام والخلف كان فيه هنا خط ارتكاز حردة الابط الخلفية والامامية مع بعض وقلنا برضو بنسميه خط الصدر كان فيه هنا بالنسبالي من نهاية بنسة الصدر نزلين خط وهمي كده منقط المنظر ده وكان عندي فيه منطقة النص بتاعة الض كان فيه برضو خط وهمي كده منقط تمام كده زي ما هو قدام حضراتكم بالمنظر ده على حسب التأسيمة اللي احنا عملناها قلنا فيه بنسة خسر الخلف اللي هي موجودة عندي هنا قلنا هتبقى ثلاثة ونص سنتي بمقياس الرسم هتبقى تمانية من عشرة التمانية من عشرة دي هيبقى نصها يمين الخط ونصها شمال الخط يعني اربعة ملي يمين واربعة ملي شمال اهو وهو تمام حطيت مجرد نقط طيب البنسة من فوق هتوصل لحد فين هيبقى لحد خط ارتكاز حردة الابط او خط السطر تمام اهو بالمنظر ده طيب وطولها تحت هيكون فين لو انتو تفتكروا كنا اخدناها في الجيبة قبل كده ان طولها حوالي اربعتاشر اه سنتي بمقياس الرسم بتاعنا اللي هي تقريبا تلاتة ونص سنتي ده احنا واخدينها من سنة اولى وبعد كده كملنا اه لما شفنا اه طبقناها بايدينا في العمل فكانت عندي تلات بنسات اتنين في الخلف واحدة في الامام الاولانية اربعتاشر سنتي في الخلف التانية كانت اتناشر ونص وابنسة الامام كانت حوالي عشرة سنتي فاحنا هناخد اللي هي كانت طولها تلاتة ونص اه اربعتاشر سنتي اللي هيبقى بس الرسمة هتديني تلاتة ونص نشوف كده مع بعض اهو اعلم نقطة بتاعتها وهعمل الرقورة بتاعتي عشان اقول ان دي نهاية البنسة وهوصل بنسة التكسيم بالمنظر ده كده انا عملت تكسيم اه البنسة الخاصة بالخلف طيب تكسيم جنب الخلف اهو هالخط الفاصل بين الامام والخلف ده في الجزء اللي ناحية الخلف ده هو ده جنب الخلف تمام كان المقدار بتاعي واحد ونص بمقياس الرسم كان اربعة ميلي يبقى انا هتحرك جهة اليسار اربعة ميلي وهوصلها لحد حردة الابط بالمنظر ده تمام طيب وفي الخط الفاصل من تحت هواديها الحد فين في الجيبة زي ما احنا عارفين دايما لما بدايق الوسط من هنا بوصله لخط الارداف اهو يبقى انا هاوصلها لخط الارداف بالمنظر ده شايفين حضراتكو كده يبقى الجزئية بتاعة الخلف بتاعتي عاملة ازاي شايفين كده ديقتها من هنا يبقى المسافة دي كلها اتشالت من عندي شايفين كده يبقى انا ديقت منطقة الوسط طب وكمان لو انا عملت خط خياطة هنا ووصلت الاتنين دول ببعض يبقى انا كمان ديقت دي يبقى شلت دي ودي يبقى المسافة صغرت معي بقى انا قدرت اعمل تكسيم لمنطقة الوسط الخاصة بالخلف طب وفي الامام نشوف مع بعدها هنعملها ازاي كان قيل لي في تكسيم بنسة قصر الامام كان قيل لي اربعة ونص سنتي بالمقاس الطبيعي بمقياس الرسم واحد واثنين من عشرة لما هعمل يمين وشمال الخط الوهمي هتبقى ستة ملي يمين وستة ملي شمال نشوف مع بعض كده اهو بالمسترة بتاعتي حطيت نقطة ستة ملي يمين وستة ملي شمال بالمنظر ده حطيت مجرد نقط بس طيب و بعدين هل انا هوصل النقطتين دول فوق بنقطة ارتكاز بنسة الصدر لا طبعا هيبقى الشكل مش لطيف خالص لما يبقى عندي بنسة من فوق ووصل معاها بنسة من تحت ففي الحالة دي بعمل ايه؟ بنزل بمقدار لتحت حوالي نص سنتي وبحط الركورة بتاعتي كده يبقى انا البنسة بتاعتي لما توصل لفوق مش هتكون بروز منطقة الصدر لا هيبقى اسفل منها خلاص يبقى انا عندي بنسة الصدر كانت نهايتها هنا هي اسفل منها شو وصل النقطتين بتوعي بالمنظر ده وهو طيب ومن اسفل البنسة دي هتبقى موجودة عندي فين احنا لسه قيلين ان في البنسات الخاصة بالجيبة دي اكتر حاجة كنا ركزنا مع بعض عليها لسه كنا قيلين ان طول البنسة كان في الامام كان عشرة سنتي بمقياس الرسم بتاعنا لما نقسمها على الاربعة هتبقى اتنين ونص سنتي انا هقيس من خط الوسط او الخص من اسفل مقدار اتنين ونص سنتي نشوف مع بعض كده هقيس الاسفل اتنين ونص سنتي حطيت نقطة وعملت الرقورة بتاعتي اللي هي بتقولي احنا نهايتنا هنا نهاية البنسة بتاعتنا هنا واروح موصلة البنسة نقطة مع بعض تمام كده بقيت بالمنظر ده طيب وبعدين قال لي ما ننساش فيه بنسة جنب الامام بنسة جنب الامام كان قيلني عليها اتنين ونص سنتي طب بمقياس الرسم بقت ستة من عشو يبقى انا هقيس من الخط الفاصل بين الامام والخلف هدخل جهة اليمين مقدار ستة ميلي اهو وهوصلها زي ما وصلت بنسة تكسيم جنب الخلف من فوق بحردة الابت ومن اسفل بخط الجناب زي ما كنا بنعمل في الجيبة بالظبط اهو وهو تمام؟ يبقى انا منطقة هنا الامام صغرتها ازاي بصوا حضركوا كده معايا مظبوط اتقولولي زي ما عملنا في الخلف عملنا في الامام بالظبط كده بس المسافة في الامام لو تاخدوا بالكوا هتلاقوها اكبر ليه هنلاقيها اكبر لان انا عندي في جسم المرأة في شكل بيميز لي عندي ارتفاع خاص بي ففي الحالة دي عملية التكسيم في منطقة الخصر هتكون في الامام اكبر من الخلف لان انا ما عنديش ارتفاعات في منطقة الظهر لكن عندي ارتفاعات في منطقة الامام عشان كده مساحة التكسيم بتكون اكبر في منطقة الامام يبقى تشوفوا حضراتكم معايا انا لما شيل المنطقة دي من الامام يبقى المسافة بقت ديقة معايا ولما شيل دي كمان يبقى برضو اديقة اكتر يبقى انا عملتي تشكيل بقال으면طقة الخصر او عملت تكسيم لمنطقة الخصر زي ما احنا شفنا في المودن اللي كان بلوزة اللي كانت قدامنا يبقى انا ساعتها عملت لها تكسيم من الخط الفاصر بين الامام وال الخلف اللي هو خط الخياطة اللي هنا دة وفنفس الوقت في منطقة الوسط نفسها في الامام شيلت مسافة من القماش من هنا وزايها بالظبط في الخلف يبقى انا عملت بنست تكسيم في الجام وبينسي التكسيم خاصة بالامام نفسها وبالخلف نفسه يبقى انا كده عملت كم مكان امام وخلف وجنب امام وجنب خلف يبقى مقدار الفرق اللي انا محتاج اعمل تكسيم لي عن حجم البطرون وزعته على اربع اماكن بس بشرط يكون ان منطقة الامام المساحة بتاعتها اكبر من منطقة الخلف وعرفنا ليه تمام كده يبقى انا كده قدرت اعرف عملية تشكيل او تكسيم الخسرة اقدر اعملها وقسمها ازاي حسبنا محيط الوسط اخدته نصه وطبعا نصه لان انا برسم دايما الكرساج بتاعي بنص الجسم زي ما اخدته محيط الصدر على اتنين يبقى انا باخد محيط الوسط على اتنين وزودت عليه مقدار راحة تلاتة سنتي عشان خاطر النفس وما يبقاش دايق جدا على الجسم وحسبت الحزبة بتاعتي طلعت معايا اربع واربعين طب عرض البطرون كان بتاعي كام لما حسب نص محيط الصدر وزودت عليه الخمسة سنتي بتاعي الراحة كان ستة وخمسين سنتي طرحت اللي اتنين من بعض اداني اتناشر سنتي يبقى ده المقدار اللي انا محتاج اشيله من عرض البطرون عشان يديني شكل او انحناء الجسم الخاص بالوسط وقسمته زي ما شفته معانا كده واحنا شغالين على اربع اماكن اللي هي البنسات وقلنا ان الامام اكبر دايما من الخلف تمام نشوف اللي بعد كده هيديني بالمنظر ده اهو طبعا احنا ما بنلونش الجزء بتاعنا بالطريقة دي احنا بناخد القطوط بس هي اللي بنلونها طيب هيجي بعد كده يقول لي عايزين النموذج الاساسي الكامل ايه المقصود بكلمة النموذج الاساسي الكامل يعني انا الكرساج بتاعي زي ما اتفقنا واصل معايا لمنطقة الارداف فقط كامل يعني احنا بنطوله بحيث ان هو يكمل معايا في النهاية ممكن فستان ممكن عبايا ممكن تونيك طويل زي ما انا عايز نشوف كده مع بعض نبصوا كده حضراتكم يعني انا لما هاجي افصله ادي الجزئية الخاصة بالامام ادي حردة الرقبة الامامية و ادي الكتف و ادي حردة الابط شايفيني التكسيم تكسيم وفي جناب هنا هو اللي احنا طلعنا من خط الوسط عملنا خط مايل اهو بعد التكسيم وطولنا طولنا بقى ده هو ده المقصود به النموذج الكامل بتاعنا و نفس الحكاية عملناها في الخلف يعني طولنا عن خط الارداف هيفيدني في ايه هيفيدني لو حبيت اعمل موديلات عباية زي ما قدام حضراتكم كده هيفيدني لو حبيت اعمل فستان طبعا مع اختلاف الاطوال المهم ان انا عديت منطقة الارداف تمام كده يبقى اقدر من خلال البطرون ده وان انا اكمل الموديل بتاعي اكمله لتحت ان انا اعمل نموذج كامل ده بيكون معايا خاص النموذج الكامل لالتونيك او للعباية او للفستان شوفوا كده حضراتكم معايا لهو في الرسمة بتاعتنا اه دي عندي كانت نهايتي هنا خط الارداف تمام انا طولته لتحت شوي طولته كده على حسب بقى الموديل بتاعي انا عايزه لحد فيه كده يبقى انا عملت النموذج الكامل بتاعي طيب فيه حاجة كمان انا محتاج اعرفها هي حالات الارداف زي ما اتفقنا يعني ايه حالات الارداف حالات الارداف المقصود بيها ان مش كل اجسام المرأة زي بعضها ازاي يعني احيانا بتبقى عندي بعض اجسام المرأة مش لازم في مصر احنا بنتكلم بواجه عام على مستوى الكرة الارضية او في العالم كله في بعض السيدات منطقة الصدر عندها عريضة لكن منطقة الارداف صغيرة تمام في بعض الاجسام تانية بتلاقي الجسم من فوق حجمه صغير لكن منطقة الارداف عند المرأة كبير احيانا تانية بنلاقي الجسم متناسق يعني فوق بيبقى مساوي لمنطقة الارداف فدي عندي اقدر اقسم اجسام المرأة لتلت اقسام او لتلت حالات ان حالة الارداف مساوية لمنطقة الصدر او مساوية لعرض البترون زي ما احنا بنقول لان احنا لما جينا اخدنا خطوات رسم البترون بتاعنا كانت بتعتمد عرض البترون على محيط الصدر لما قلنا نص محيط الصدر زي ما احنا فانا كده عرض البترون هو اللي بيتناسب مع منطقة الصدر فانا اقول ان محيط الارداف هل هو مساوي لعرض البترون او محيط الارداف اصغر من عرض البترون او محيط الارداف اكبر من عرض البترون ده على حسب جسم المرأة ولما يجي اعمل خصوصا مأسات شخصية نازم اعمل للمرأة بما يناسبها طب هنيجي نشوف الحالة اللي قدامنا دي اللي احنا شغالين فيها ببداية البطرون بتاعنا لو تفتكروا احنا قلنا في بداية حلقتنا عندي لما جينا نعمل التقسيمة بتاعتي قلنا ان عرض البطرون كان القانون بتاعه نص محيط الصدر زائد خمسة سنتي بصوا كده القانون بتاعي كان ايه لما اخدناه من نقطة من اتنين من اتنين لتلاتة اللي هو كان عرض البطرون كان القانون بتاعي بيقولني ايه نص محيط الصدر زائد خمسة سنتي طيب وفي منطقة الارداف اللي احنا اخدناها اللي هي كانت من نقطة سبعة لنقطة تمانية اللي هو كان نص محيط الارداف زائد اتنين ونص سنتي ولما حسبنا الحزبة بتاعة الاتنين كانوا الاتنين بيساوي بعض ازاي يعني انا لما عملت اسمت محيط الصدر على اتنين وزودت عليه الخمسة سنتي اداني الستة وخمسين سنتي تمام اللي هو كان عرض البطرون بتاعي طيب ومحيط الارداف بتاعتي لما كان مية وسبعة واسمته على الاتنين الناتج اللي طلع زودت عليه الاتنين ونص سنتي اللي هم بتوع الراحة برضو اداني عرض البطرون اللي هو كان الستة وخمسين سنتي معنى كده في الحالة دي ان هنا دول مساويين لبعض صحي كده يبقى عرض البطرون مساوي للارداف يبقى في الحالة دي يبقى البطرون يساوي الارداف صحي كده يبقى انا لما هاجي اشوف الرسمة بتاعتي بالمنظر ده هنا في منطقة الارداف هلاقيهم الاتنين قد بعض يبقى انا هنا هنزل بالمنظر ده زي ما اتفقنا شرطة وشرطة كده الحالتين قد بعض منطقة الارداف بتساوي عرض البطرون طيب برضو يعني ايه الكلام ده انا لسه مش فاهم نوضحها اكتر في حالة لو انا عندي منطقة الارداف اقل من عرض البطرون يبقى الحالة التانية دي كانت بالنسبة لي اول حالة الحالة التانية اللي هي قلنا ان الارداف اصغر من عرض البطرون اديني مثال علشان انا مش فاهم تمام نشوف مثال لو انا عندي في المقاسات بتاعتي بيقول لي ان محيط الارداف بيساوي 105 طيب احسبها ازاي احنا القانون بتاعي في منطقة الارداف زي ما احنا متفقين نص محيط الارداف زائد اتنين ونص سنتي زي ما احنا قلنا عليه فوق صحي كده هو ده نص محيط الارداف زائد اتنين ونص سنتي يبقى مية وخمسة على الاتنين مظبوط الناتج اللي يطلع ازود عليه اتنين ونص سنتي للراح هيديني كام الكلام ده هيديني خمسة وخمسين سنتي خمسة وخمسين سنتي اعرض البطرون بتاعي كام زي ما انتم فاكرينه واحنا کنا الين فوق النواة كان ستة وخمسين طيب يبقى فيه فرق ولا مفيش فيه فرق طب مين اكبر ومين اصغر زي ما انتم شايفين قدامكم هو انا اعرض البطرون عندي ستة وخمسين سنتي لكن الارداف عندي 55 سنتي بقى فيه فرق 1 سنتي قليل 1 سنتي اقل ازاي يعني هقول ان 56 ناقص 55 عرض البترون ناقص الناتج السابق ده هيديني 1 سنتي يبقى 1 سنتي لازم يقل من عرض البترون علشان ما يبقاش حجم الارداف في المنتج اللي انا هنفزه للمرأة اللي قدامي ما يكونش اكبر منها لازم يكون مساوي لها اكون عامل هولا هي شخصية طب نشوف الكلام ده مع بعض لما نيجي نرسل نبصوا كده هنتخيل مع بعض كده الجزء اللي احنا كنا شغالينه في منطقة التكسيم اهو بالمنظر ده ماشي وقادي الجزء الخاص بالامام وقادي زي ما احنا عارفين حردت الرقبة بتاعتنا وقادي هنا اهو ده منطقة الوسط بتاعتي وقادي الخلف بالمنظر ده حردت القبط بتاعتي هتكون بالمنظر ده وقادي التكسيم اللي عملناه ايه دي اهو برضو منطقة الامام طبعا احنا هنسيب مقدار البنسة وهأكد هنا على الخط الفاصل بين الامام والخلف يبقى ظاهر قدامكم علشان تفهموا احنا بنتكلم في ايه احنا وصلنا لحد المنطقة دي تمام كده وهنا عملنا بنسة التكسيم بتاعتي اللي موجودة في الخلف اللي هي كانت بدية معايا من اول هنا تعالي بان كده بالمنظر ده كل التكسيمات بتاعتي مظبوطة ومشي معاها بنفس الطريقة معادة منطقة الارداف معادة منطقة الارداف منطقة الارداف زي ما احنا قلنا اللي هي موجودة عندي في خط الجنب هنا انا هقلل المسافة اللي موجودة هنا يعني ايه هقلل يعني انا عايزة زي ما قللت الوسط اقلل كمان في الارداف ازاي هو قالي انا عندي فرق واحد سنطي يعني المفروض البطرون بتاعي في منطقة الارداف يقل اهو الواحد سنطي طبعا بمقياس الرسم بيكون معايا تلاتة ملي اهو طبعا المسافة دي بقسمها على الجنبين بقسمها على الجنبين اهو بصوا كده حضراتكم معايا احنا لما كنا شغالين على العرض البطرون لما كان مساوي لمنطقة الارداف كان خط التكسيم بتاع الوسط بيلامس معايا المنطقة دي بيلامس معايا الخط الفاصل بين الامام والخلف لكن حاليا هو بعيد عنها شوي وبالتالي انا هنزل من خط التكسيم اهو كده وهنزل هنا بصوا كده المنطقة دي وعايزين نعمل فرق بين الامام اه لما يكون عرض الارداف بتاعه مساوي ولما يكون اقل من بصوا كده انا المنطقة دي كده كلها عندي شايفين هنا في اليمين في منطقة الارداف لما يكون اقل من عرض البطرون المنطقة دي كده انا كلها شلته والمنطقة هنا كمان في الخلف كلها شلته ليه لان انا الارداف بتاعتي اقل من عرض البطرون لكن هنا بصوا كده انا لما جيت عملت التكسيم بتاع الوسط في منطقة الارداف في حالة لما كانت مساوية لعرض البطرون وصلتها للخط الفاصل بين الامام والخلف لكن هنا علشان عرض الارداف اقل من عرض البطرون انا ما وصلتها انا خليتها عابليها بشوي في الامام ونفس المقدار في الخلف عشان كده انا قللت المسافة دي قللت منطقة الارداف يبقى في الحالة دي منطقة الارداف او حالة الارداف اقل من عرض البطرون تمام طيب نيجي نشوف الحالة الثالثة بتاعتي اللي هي حالة الأرداف بتكون أكبر من عرض البطرون حالة الأرداف هنشوف القانون بتاعنا اللي هي الحالة الثالثة البطرون أو الأرداف أكبر ودي اللي تهميني أكبر من عرض البطرون برضو قديني مثال لإن أنا مش فاهم طيب لو جيت قلت لحضرتك أنا الأرداف عندي في القياسات اللي أنا استهل المرأة كان محيط الأرداف بيساوي 111 سنف أنا أخدت لشخصية قدامي المقاسات كان محيط الأرداف بتاعها 112 سنط طيب القانون بتاعي بيقول لي إيه؟ القانون نرجع تاني ونقول محيط الأرداف نصه مش كله بقى نصه محيط الأرداف زائد 2.5 سنط ده القانون بتاعي دايما بيقول لي كده طيب عوضلي بالأرقام آدي محيط الأرداف في القياسات كام عندي 111 يبقى 111 على الـ 2 الناتج اللي يطلع من ده أزود عليه الـ 2.5 سنط هيديني كام؟ هيديني 58 سنط تمام؟ الكلام ده مصبوط طيب قلني كده ناتج إن عايز أعرف عرض البترون في اللي إحنا كنا عارفين واللي إحنا دايما بنقيسه كام؟ قلتلي دايما إحنا مطلعينه على الرسم الأساسي بتاعنا كان 56 سنط طيب والأرداف بتاعتي حالة الأرداف اللي قدامي دي لما جيت حسبت القانون بتاعها نص محيط الأرداف زائد الـ 2.5 الداني كام؟ الداني 58 سنط أهود مين أكبر من مين؟ الأرداف ولا عرض البترون؟ برافو عليكم سمعاكم بتقولي لأ دا المرادية هو اختلف محيط الأرداف الناتج بتاعها حسب القانون الداني مسافة أكبر من عرض البترون مقدرها 2 سنط عرفتي منين؟ يبقى هقول عرض البترون ناقص الناتج السابق 56 ناقص 58 هيديني 2 سنط الـ 2 سنط هو دا اللي هيفرق معايا وهيديني الشكل اللي هو بيديني مسافة أكبر طيب المسافة الأكبر دي نشوفها مع بعض بس كده سريعا هتكون إزاي؟ بصوا كده لما أجي أعمل بالرسمة بتاعتي حالة الأرداف بتكون أكبر من عرض البترون زي ما هي قدام حضراتكم أهي سريعا أنا كبرت هنا دا الخط الفاصل بين الأمام والخلف زودت الأمام هنا مقدار الصنط لأن الـ 2 سنط هيسمها يمين وشمال هنا من تكسيم الوسط كبرت الأرداف بصوا كده منطقة الأمام بقت عاملة زي بقت كل المسافة دي كل دي الأمام طيب وعكسها لما أجيب الخلف أهي بالمنظر دا يبقى منطقة دي كده كلها بقت الخلف يبقى أنا عرضت منطقة الخلف ولا لا يبقى أنا عملت تكسيم للوسط وكبرت الأرداف يبقى دي الحالة التالتة لما يبقى محيط الأرداف بتاعي أكبر من عرض البترون كده إجمالي سريعا إحنا كده كملنا خطوات الكرساج القاصبي الحريمي وعرفنا إزاي أقدر ألونه وإيه كتابة البيانات اللي أنا مطالب بيها ومنساش أبدا اتجاه النسيج عرفنا بعد كده إزاي أقدر أعمل تكسيم للخسر أو تشكيل للخسر وعرفنا القانون بتاعنا بيكون إزاي لما قلنا نص محيط الوسط زائد التلاتة سنتي اللي هو مقدار الراحة ونترحه من عرض البترون الناتج اللي هيطلع هو ده مقدار اللي أنا محتاج أشيله من عرض البترون هقسمه على أربع أماكن زي ما احنا عرفنا بنسة الأمام بنسة الخلف في منطقة جنب الأمام ومنطقة جنب الخلف ونراعي دايما أن الزيادة تكون أكبر في منطقة الأمام بسبب الشكل المميز لجسم المرأة والارتفاع الموجود في منطقة الأمام عن الخلف كمان اتكلمنا عن حالات الأرداف وعرفنا أن هي تلات حالات وهي بتبقى لأشكال جسم المرأة بوجه عام سواء كانت منطقة الأرداف هتبقى مساوية لعرض البترون أو مساوية لمنطقة الصدر أو الأرداف بتكون أقل عن منطقة الصدر والحالة الثالثة زي ما احنا شفنا مع بعض إن منطقة الأرداف أكبر من عرض البترون وإزاي أقدر أزود المسافة دي للأسف كده بتكون انتهت حلقتنا النهاردة أرجو أن تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا وتكونوا جربتوا بأيديكم وإن شاء الله نكون على وعد مع بعض في حلقات قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته